وينضم إلينا من الحدود الأرمينية الأذربيجانية مراصلنا محمد الفنيش محمد كيف يبدو الجو العام حيث تقف وما معنى أن يقصف سد مائي كيف يفهم ذلك وهو على الحدود مع إيران نعم بتحاسب تفسيرات سلطات إقليم ناغورو كرباء وكذلك تفسيرات السلطات الأرمينية أن الجيش الأذربيجاني أو الحكومة الأذربيجانية حاولت استغلال وقف إطلاق النار ليلة البارحة لتقدم ميدانيا ونشرت وزارة الدفاع الأرمينية فيديو من طائرة يوثق لتحرك الجيش مباشرة بعد الساعة الثانية عاشرة في الجيش الأذري في تجاه إقليم ناغورو كرباء وهو مخالف لوقف إطلاق النار الذي يفرض هدنة إنسانية على الساعة الثانية صباحا أو الثانية والربع بدأ قصف جوي على شمال وجنوب إقليم ناغورو كرباء من طرف سلاح الجو الأذري المدعوم من تركيا كذا في الجنوب تم قصف سد مائي على الحدود مع إيران حدود إقليم ناغورو كرباء مع إيران كذلك لاحظنا تحليق فوق هذه الجبال التي ترينها خلفي تحليق لطائرات أذربيجانية تقريبا قبل نصف ساعة من الآن صحيح أن الهدنة منذ صباح اليوم هي هدنة حذرة صحيح أنه هناك لم نسجل حد الساعة على الأقل في المناطق التي نحن فيها أو القريبين منها لم يسجل أي إطلاق نار حاليا لكن على مستوى ليلة البارحة أتحدث عن فجر اليوم وعن صباح اليوم الجيش الأذري قام بقصف عدة مناطق بما يوضح أن النوايا الحسنة بحسب المراقبين لا تزال غايبة عن هذه الهدنة الشيء الذي وقع في الهدنة الأولى التي وقعت في العاشر من الشهر الجاري في موسكو وبالتالي الاتفاق الهدنة يوم أمسا الذي وقع والذي صارت عليه روسيا ذكرت لي بأن حيث تقف كان هناك تحليقا من قبل المروحيات هل ما زال التحليق مستمر الآن أم هذا وفي أي المناطق تحديدا تقف الآن أنت أنا في حدود إقليم ناقرو كرباغ مع أرمينيا وفي هذا هنا على بعد تقريبا 3-4 كيلومترات يوجد جسر استراتيجي تم قصفه يوم أمس الطيران الذي لاحظناه طيران أذربيجاني طيرات سخوية 25 الروسية صحيح أن الجيش الأذري كذلك لديه طائرات تركية F-16 يستعملها بحسب الاتهامات الأرمينية لكن هناك هدوء لا يوجد قصف يوجد تحليق كان قبل نصف ساعة من الآن الآن الوضع هذا إلى حد ما لكن المنطقة التي تعرف قصف التقيل هي منطقة هادرود ومنطقة ماتريكت ومنطقة أقدام هذه المنطقة التي توجد على خط حدودية في تجاه إيران يقوم الجيش الأذري بقصفها بحسب المراقبين هنا يرون أن يحاول الجيش الأذري الحصول على مدينة هادرود وبعد ذلك يبدأ في المفاوضات على الأقل كخطة أنه كسب هنا كذلك المراقبون يقولون أن أذربيجان تحمل طائرا منذ حرب 1991 و94 و94 كذلك التي انهزمت فيها وبالتالي تحاول أن تحقق سيمبل يعني شيء كأنه رمزي بالنسبة لها هذا على الأقل بلغة المراقبة لكن ميدانيا المدنيون يعانون في قليم كرباغ بدأ الآن نقص في الغداء وفي الأذوية وأمام استهداف الجيش الأذري للجسور وطرق المواصلات بدأت المعاناة تصعب يوما بعد آخر هناك كذلك منظمات لنزع الألغام تقف على الحدود من أجل البدء في مهامها لأنه الكثير من صوريخ سميرش شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من الحدود الأرمينية الأذربيجانية مراسل الغد محمد الفنيش ترجمة نانسي قنقر